مجد كريمي شواء على محمد شنوي شوفتوا سؤال سهل ازاي ايوه هو عميلها تاني كده دي حلوة دي والله حلوة سادة دي احلى ضغطة النهاردة حلوة دي هم يجيبوا بس الصورة بتاعت الشنوي التصدي وخالد يكمل على الصورة هاتوا يا جماعة الصورة بتاعت التصدي دي نوتش تتحول بالنسبة تتحول مية في المية كرة بتاعت روماريني رقم واحد بيدي لك افضلية نفسية على الخصمة في الخصمة ما بقاش مستسهل فكرة الشوت انه اي كرة هتيجي هشوتها الكرة دي يا كريمة بالزبط بص بقى كبن عدواني حسن قال تفصيلة في منتهى الاهمية وهي ممتازة الصراحة انه الشنوي بيخش ما بيقفلش عينه حتى انا وشهاب في الوف اير كنا بنتكلم على فكرة انه حتى في حراس مرمى كبار فيه دوريات منهم تيب كورتوها مثلا ريال مدريد تيب كورتوها بيطلع لحد اخر ثانية وبعدين وانت بتشوت الكرة بيروح بعد وشه وده احسن حالس في العالم ده احسن حالس في العالم اه يعني مش بقى في نقول مسلا انه حالس وحش لا لا ده تيب كورتوها صح 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 من القلاء اللي احنا افتكرناهم يعني الاتنين بتوع المانيا تاريشتيجن ومانويل نوير هما اللي ما بيعملوش كده اللي بيعملو زيان محمد شنناوي فكرة ان انت يبقى عندك الافضلية ان انت قفلت لحد اخر ثانية طمعت المهاجم في زاوية معينة او طمعتو ان هو قفلت الجزء ده وتفتحت الجزء ده فهو خلاص المهاجم عمل خد قرار ان هو هيشوت في الحتة دي فترفع ايدك في اخر ثانية عشان تتصدى لها رد فعل خطير وبعدين اهو فيه صح وفيه نقط المهم اهو يا خالد انا متساول اهو انا مهاجم وديعة لقاءة مقرارة عند شنناوي جدا ايه لعيب يبقى في مواجهة الجون هو فجأة بيلاقي شنناوي فوش صحيح يعني قبل ما انا حتى فكر بيضلمها هوادي الكورة فين هو اضلمها هو بيضلم انا هفلع الكورة وخلاص ما هي دي الفكرة بتاعت القرار اللي انا كنت لسا بقولك عليها فكرة ان انا اطلع بدري شوية اه احيانا بيغلط فيها وغلط فيها بالمناسبة بعد الثلاثة واحد طلع في كورة حاولي العربة بالبوكسر عدت من فوقيه بس الفكرة الاشمل في الموضوع ده انه اتخاذ القرار المبكر الاستباقي ان هو يجري على المدافئ المهاجم قبل المهاجم ما يقرر مرة واحدة زيما انت ما بتقول بيرفع ليك انه انا بتفاجئ بحاجة ناوي قدامي فحاجم قرارا هعمل ايه حسناوي لزاوا فهخلاص من ناف الساوا idea وروح بالزبط محمد اش solving خبرات خطيرة اه ...واة يولام في كثير من المبريات وفي كثير من الاخطاء ولكن ميزة محمد اش naprawdę ك Nasıl نالي احيانا بيبقى PE معي مستوا موظف والله انا اواف لان اهقطع في دي انا اواف لانه لايا у طبع انه م conducted iSbin, هو هو يولام في قليل المباريات ههو تقلق وتمييزه في كثير من المباريات ماشي أحياناً بيبقى في قليل من المباريات مستوى مش أصدق متفق معك أنا كنت عايزة أقول في كثير من اللقطات بس هيكت المباريات فخارتها مشيتها أنا بس بوضح لك كلامك الشرعي فهو ده أصدق أنا متفق معك في كثير من اللقطات مش المباريات لأنه في بعض المباريات بيبقى متقلق فيها بس بيغلط مرة ولا تنين زي أي حارس في العالم بس زي ماك أغلب الشعب ما بيقول أنا بس عندي سؤال هسأله تفضل وعلق عليه أما أنا لنا أن نحترم تاريخنا الناس اللي بتقلل مننا بشكل مستمر ده إحنا ما عندناش ده إحنا ألعف ده إحنا مش عارف عبدالله كورتي سيئ إحنا في كل المحكات العالمية وفي كل المحافل اللي طالعين نلعب بإسم مصر ونشرف مصر حتى كمنتخب مصر أو كأنديا براف عليك إحنا دايماً موجودين ودايماً أقوياء الشخصية محمد هاني محمد هاني الأهلي بعد كده يتعقد مع الكاس العامل الأندية يلعب على ديفيد على ديفيد ألفونسو ديفيد بورمينيخ بيقفل له الجبهة تماماً بيعب على أي حد في أي وقت بيقفل له الجبهة تماماً محمد الشناوي ممكن يغلط في الدور المصري بس تلاقيه قدام الريال بيتلاقيه قدام البورن بيتلاقيه قدام قدام السينغال بقى قدام مرجوي قدام أي حمد حمد الشناوي داين الموجود حسن الشحات بيرسي تاو النهاردة أفضل لعب في المباراة مروان عطية اللي الأول مرة بيلعب كأس العالم للأنديا مع النادي الأهلي أو لعب اللي فاتت بس ممكن تقول إن مرة أعطاء اللي كان يولام في كثير من المباراة المضاية اللي الأدي لها في مناور تلاقيه قدام الانتقادات دا كان سبب بكاء النهاردة أنه تعويداً عن المجهود اللي كان يؤدر سعيد جداً عن مستوى ولكنه في مثل هذه المباراة وهي فكرة الدوافع أرجع لك ثاني فكرة أن اللعيبة دي بتحترم تاريخها تحترم الكي شرت اللي هي لبساها وتحترم أن هي رايحة تمثل مصر في محفل عرامي زي دا في وسط أبطال القارات كلهم فأنا لازم أظهر بالشكل اللي الناس حتى وإن خسرت المباراة الناس تقول برافو بطل أفريقيا ممثل مصر في هذه البطولة أدى بشكل كويس جدا محمد الشنوي طبعا شابو تسلم